وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بين اللين والشدة ألم يأتي شرعنا باللين؟ بلى ألم يأمرنا الشرع بالشدة؟ أيضا بلى ولكن اختلال التوازن أن تستعمل الشدة وقت اللين أو تستعمل اللين وقت الشدة هنا يكون الاختلال في التوازن عندما ذكر الله تبارك وتعالى صفات المؤمنين قال في كتابه الكريم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله أي إن المؤمن في لحظة واحدة وفي موقف واحد إذا كان عن يمينه كافر وعن شماله مؤمن هو شديد عزيز على الذي على اليمين وهو ذليل على الذي عن يساره أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله المشكلة عندما تختلط الأوراق على المسلم فيستعمل الشدة وقت اللين أو يستعمل اللين وقت الشدة تعني أسألك سؤالا عندما أرى مسلما وهو في المسجد قد هجر أخاه الذي معه في المسجد أسأله لما ترهجرته فيجيبني بكل شدة وكأن أخاه قد خالفه في أمر من الأمور العقدية إنه فعل كذا سبحان الله مثلا إنه قال تقبل الله طيب على الرأس والعين المسألة غاية ما فيها أنها مسألة مختلف فيها أفلا تتسع لأخيك هذا مؤمن ألا تتسع لهذا المؤمن وتستعمل اللين معه وترى أن له العذر في هذا لكن الكارثة الكبرى عندما أرى هذا المسلم نفسه يستعمل اللين مع الكافرين طبعا هو يعلل لنفسه المواقف فعندما يستعمل الشدة مع المؤمن يقول هذا من باب إنكار المنكر وعندما يستعمل اللين مع الكافر يقول من أجل أن أحببه بالإسلام بالله عليك دعني أقول وأسألك سؤالا أهذا منهج النبوي؟ أتكون شديدا مع المؤمنين ولينا رحيما ذليلا مع الكافرين؟ ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ ألم تذكر لين الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مع المؤمنين العصاء مع الذين أخطأوا ومنهم من ارتكب الكبير من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أذكره لك موقفا كموقف سيدنا حاطب أبي بلتع لما كتب الكتابة لأهل مكة هل استعمل معه الحبيب عليه الصلاة والسلام الشدة من لين؟ اللين لماذا؟ لأنه مؤمن يحب الله ورسوله سيدنا عبد الله الذي كان يلقب بالحمار رضي الله تعالى عنه حديثه في الصحيب بخاري الذي شرب الخمر فجيء به وجلد في الشراب المرة الأولى والثانية والثالثة وفي الثالثة قال رجل من القوم اللهم قال عنه ما أكثر ما يؤتبه قال لا تقولها ما علمته إنه يحب الله ورسوله في رواية أيضا في صحيب بخاري لا تقولها لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم لم يرضى الحبيب عليه الصلاة والسلام الشدة مع المؤمن فهل ترضاها مع المؤمن؟ نعم طلب منك الشدة ولكن مع الكافر طلب منك الشدة أن تكون مع الذي يحادد الله ورسوله أما المؤمن الذي يحب الله ورسوله فإنه لا يستعمل معه إلا اللين أذكر في هذا لما كان ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ودنى من تمر الصدقة والحبيب عليه الصلاة والسلام ينظر لولد بنته وقد أخذ شيئا من تمر الصدقة ووضعه في فيه فدنى المصطفى عليه الصلاة والسلام وأخرج التمرة من فيه من في الطفل من فمه وجعل يقول له كخ كخ أو يقال كخ كخ أو ما علمت أن لا نأكل الصدقة فدتك روحي يا سيدي يا رسول الله الغلظة مطلوبة ولكن لا تكون مع المؤمنين اللين مطلوب لكن لا يكون مع الكافرين لا بد من الاتزان والموازنة بشكل دقيق حتى تستعمل اللين في مكانه والشدة في مكانها عندما دخل الأعرابي وبال في المسجد والحبيب عليه الصلاة والسلام جالس وأصحابه دخل أعرابي وأخذ زاوية من زوايا المسجد فبال فيها دعني أقف قليلا عند هذه الكلمة أي مسجد؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحاضرون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام علية القوم علية المؤمنين هذا الأعرابي هكذا تعود أنه متى رأى نفسه أنه بحاجة للخلاء بحاجة للتبول يأخذ زاوية يبتعد فيها قليلا عن الناس ويبول فهذا الرجل كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ زاوية وبال فيها فجعل الناس مباشرة يصيحون فيه الحبيب عليه الصلاة والسلام بكامل اللطف واللين لا تزرموه ما معنى لا تزرموه؟ الحديث في الصحيحين في البخاري المسلم أي لا تقطعوا عليه بولة لا تقطعوا بولة؟ يا رسول الله يبولوا في المسجد لا تقطعوا بولة؟ نعم قال دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو قال زنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين هذا الحديث له رواية أخرى دخل أعرابي المسجد فصلى ركعتين يقال هو نفس الصحابي ويقال صحابي آخر بعد أن انتهى قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا انظروا إلى دعاء هذا الرجل التفت إليه الحبيب عليه الصلاة والسلام فدته روحي وهو نبي الرحمة وبكل لين من أجل أن يرد عليه وأن يصحح له المعلومة المغلوطة ومن أجل أن يرطب خاطر الصحابة الذين دعي عليهم يقول هذا الأعراب اللهم ارحمني وارحم محمداً ولا ترحم معنا أحداً لو أن هذا الرجل قال اللهم ارحمني وارحم محمداً وسكت لكان الخطب هايناً ولكنه شرط وسأل الله تعالى في ذات الدعاء ألا يرحم معه أحداً والحبيب عليه الصلاة والسلام بكل لطف ولي يقول لقد تحجرت واسعاً الحديث رواه الإمام الشافعي وتلميذه الإمام أحمد وتلميذ تلميذه الإمام أبي داود وهو حديث حسن قال لقد تحجرت واسعاً أهكذا يا سيدي يا رسول الله اللطف مع المؤمنين نعم إنه دعا على المؤمنين طيب بحاجة إلى توجيه ليس أكثر من هذا هنا يا كرام أذكر أمراً أننا في بعض الأحيان عندما نذكر اللين وكأننا نصور للناس الميوع وعندما نذكر الشدة وكأنما نذكر للناس الظلم حاشا لله عندما تذكر اللين اللين لا يعني أن نسكت عن الغلط كثيراً ما يأتي داعية ويدعو شخصاً إلى الله عز وجل لنفرض امرأة غير متحجبة فنصحتها امرأة متحجبة لنفرض شاب أتى بغلط في الشارع فعل أمراً فيأتي شخص ويكلمه فينبري له شخص ثالث ويقول له لم هكذا الكلام؟ إنك تنفره من الإسلام هنا أقول يجب أن أراجع أسلوب الذي تكلم فإن كان تكلم بحكمة وبيلين فإن السكوت هو الغلط في بعض الأحيان الناس عندما كلما نصحت النصيحة بأي إسلوب وبأجمل إسلوب يقول لك لماذا تنفر من دين الله؟ حاول أن تحبب الناس أحببهم بماذا؟ دعني أضرب لك مثالاً الحبيب عليه الصلاة والسلام أرسل سيدنا معاذا رضي الله تعالى عنه يصلي في الناس سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه صلى في الناس العشاء ورجل من القوم جاء في آخر والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم وهذا الرجل مزارع يعمل طوال النهار وكان قد أنهك من التعب طوال اليوم اقتدى بسيدنا معاذ أو علم أن سيدنا معاذ سيطيل سيدنا معاذ افتتح رواية تقول افتتح سورة البقرة ورواية تقول غير سورة البقرة النساء أو المائدة فلما رأى هذا الرجل انفصل بصلاته وصلى وذهب سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه الذي قال عنه الحبيب عليه الصلاة والسلام وأعلمكم بالحلال والمحرام معاذ بن جبل جاء إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن فلان النافق ترك الصلاة معي وذهب لماذا يا معاذ قال يا رسول الله إنني صليت كذا وكذا وقرأت كذا وإذ بالرجل يذهب قال أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ هنا الحكمة النبوية هل سكت الحبيب عليه الصلاة والسلام عن الغلط لم يسكت ولكنه نبه صاحبه من هذا معاذ بن جبل هنا عندي لفته من معاذ بن جبل معاذ بن جبل الذي قال له أفتان أنت يا معاذ هو نفسه الذي قال له في الحديث الصحيح في السنن عند أبي داود والترمذ وغيرهما قال له قال له والله يا معاذ إني لأحبك هو نفسه الذي قال له إني لأحبك قال له أفتان أنت يا معاذ قصة أخرى سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عن الذي كان يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه سرقت امرأة المخزومية شيئا فأراد الناس أن يتوسطوا بأن هذه امرأة من علية القوم من الأشراف من الناس المرموقين فلا يمكن وليس من اللائق في نظرهم طبعا في نظر أولئك الناس ليس من اللائق أن تقطع يد هذه المرأة هي من علية القوم فقاله من يكلم في هذه المرأة إلا حب رسول الله وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عن وعن أبيه وعن صحابة رسول الله أجمعين فجاء سيدنا أسامة بن زيد وعرض المسألة كما عرضت عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ بالحبيب عليه الصلاة والسلام يغضب يقول يا أسامة أتشفع في حدا من حدود الله والله في الواية ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها حاش السيدة فاطمة أن تسرق حاش بضعة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تسرق ولكنه التعليم إنه كان في من كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها هنا يا شيء يا كرام عندما نطبق اللين في مكانه في مكانه لا يتركنا هذا أن نترك النصيحة وأن نترك التوجيه وأن نترك التعليم في حديث الصحيحين لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين أيضا حديث صحيح فيرجع ويقول هذا لكم وهذا أهدي إليه هل لا جلس في بيت أبيه وأمه ينظر هل يهدى إليه أو لا؟ هنا لا يمنعنا اللين لا يمنع من التوجيه أما اللين مع الأعداء فتذكر قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تكون لينا وصاحب مودة مع الكافرين وأخلاقك مع المؤمنين في غاية الشراسة لا بد من التوازن لا بد من التوازن يجب أن تكون لديك صفة اللين وأن تكون لديك صفة الشدة ولكن ضع هذه في مكانها وهذه في مكانها لتكون مؤمنا مسلما متزنا اللهم صل على سيدنا محمد الذي علمنا الاتزان في أقواله وأفعاله ارفع رأسك أيها المسلم إنك من تربية سيدنا أبي القاسم فتته روحي عليه الصلاة والسلام لقد كان يعلمنا الاتزان في أمورنا جميعها كان يقول ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا